أكثر من ألف إصابة بفيروس كورونا سجلت بين طلبة مدارس لواء الرمثة في محافظة إربت في آخر شهرين في حين تعمل فرق التقصي الوبائي منذ بداية الفصل الدراسي على سحب عينات عشوائية بشكل يومي من مدارس المملكة نتابع ما يزيد عن 45 ألف طالب وطالبة التحقوا بالتعليم الوجاهي والمدمج منذ بداية الفصل الدراسي الأول بمدارس لواء الرمثة تحرص مديرية التربية والتعليم على إبقائهم في بيئة تعليمية آمنة لذا تكثف حملاتها التوعوية وفحصاتها العشوائية لهم عنا تعاون تام مع وزارة الصحة ومع فريق الاستقصاء الوبائي الموجود في مديرية الصحة الرمثة بالإضافة إلى فريق التقصي الموجود عنا بالتالي مطلوب منهم يوميا متابعة جملة من المدارس وأخذ عينات عشوائية منها لمتابعة الحالات الموجودة في المدارس إذا ظهرت إصابات بين الطالبة الطالب المصاب يأخذ 14 يوم إجازة في بيته ويتحول للتعليم عن بعد أما بالنسبة للصف المدرسي إذا بلغت نسبة الإصابات في الشعبة الصفية أكثر من 10% فيتم تحويل التعليم عن بعد للشعبة خمس أيام دوام ويصل عدد من تلقى المطعومة من الطلبة إلى ثلاثة آلاف ومئتي طالب وطالبة في حين سجلت ألف إصابة بالفيروس خلال الشهرين الماضيين بين الطلبة إذا ثبت لديهم أي إصابة إيجابية بالفحص السريع تتم خاطبة مديرية صحة لواء الرمثة ويقوم فريقنا المتخصص اللي هو الفريق الجوال للتقصي الوبائي يقوم بالذهاب إلى تلك المدرسة أخذ عينات عشوائية بالإضافة إلى أخذ عينات من الطالب المصاب بالإضافة إلى نفس الشعبة نقوم بفحص الشعبة كاملة وجميع المعلمين الذين ترددوا على هذه الشعبة الإجراءات والخطط التي وضعتها الوزارة لضمان الالتزام بإرشادات مواجهة فيروس كورونا ضمنت عدم تحول المدارس إلى بؤرة لتفشي الفيروس كما تؤكد الأرقام الرسمية مع اقتراب الفصل الدراسي الأول من آخر أيامه ترجمة نانسي قنقر